صفحة جديدة تضاف إلى سجل معاناة المواطنين في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء حيث أضحت أزمة ارتفاع أسعار الملابس ونقصها في الأسواق بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ عام فصلا جديدا من فصول المأساة أزمة الملابس تتفقم على النازحين والمشردين في الخيام ومراكز الإيواء الذين أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم تحت القصف وسط عدم قدرتهم على اصطحاب أمتعتهم في الوقت الذي يواصل فيه إغلاق المعابر ومنع دخول أي ملابس جديدة للقطاع الاحتلال تعمد خلال حربه على غزة قصف وتدمير المحال التجارية الأمر الذي فقم من أزمة الملابس إضافة إلى أن الملابس المستعملة باتت تباع بأسعار مرتفعة ما تسبب في مضاعفة أسعارها على المستهلك الذي يعاني تدهورا اقتصاديا صعبا منذ بداية الحرب المكتب الإعلامي الحكومي أطلق نداء استغاثة إنساني عاجل طالب فيه بإعادة فتح المعابر وإدخال البضائع والمساعدات الإنسانية لإنقاذ مليوني نازح في غزة قبل فوات الأوان بالتزامن مع قدوم المنخفضات الجوية ودخول فصل الشتاء وظروفه المناخية القاسية ترجمة نانسي قنقر